فرحنا من البداية هات حزمة فرحنا شوف اليوم أنا تابعت المؤتمر اللي كان تحت رعاية خادم الحرامين الشريفين في جدة افتتح ولا من خالد الفيصل الحقيقة اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية روسيا والعالم الاسلامي العالم الروسيا ترى فيها كتل اسلامية كبيرة وللأمانة مسلمية روسيا أنا شفتهم من أعذب الناس في التناول الاسلامي في أدبهم في طيبتهم في عواطفهم الوجدانية رجلنا لما كنت رح تشيشان هذا لما تقول لأنا من السعودية يبدأ يش يتقرب منك يحس أنك أنت الخير والبركة فأيضا الملك من خلال هذا المؤتمر أعلن من السعودية تدعو لتضامن عالمين ومكافحة الإرهاب وتبني مبادئ التعايش المشترك التعايش المشترك ترى هذا المفهوم اللي يجب يا أبو يحيا يجب أن نبثه أنت تحب عيسى أنا حب عيسى تعال نجتمع تعالوا لك كلمة سواء لن نبحث عن الأمور اللي نختلف ترى أكثر الناس حينما يقودون مع بعض يبحثون عن الأمور اللي يختلفوا فيها لا ابحث أنت تحب الفول وأنا حب الفول أنت تحب الخبز وأنا حبه أنت تحب الرياضة وأنا حبه تعال خلينا نسوي فعاليات ضمن المشتركات الإنسانية اللي بيننا تحبون السلام نحن نحب السلام تحبون الخير نحن 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 هذه النقطة الأولى النقطة الثانية طالة عمرك ولي العهد يوافق على الرئاسة الفخرية لمجلس أمناء المعهد الملكي للفنون التقليدية هذا حيعطي طاقة يا أبو يحيا للمهن اليدوية الخياطة الحياكة النحط كذا كل المهن هذه طالما أنه كان الرئاسة الفخرية مرتبطة برمزية كبيرة وهو سموه للعهد أيضاً أسعار النفط ترتفع رغم إفراج الولايات المتحدة عن 50 مليون برميل من مخزونها الاستراتيجية هددت وقالت أنا برضو رغم أنها طلعت ما عندها الأسعار ترتفع صادرات السعودية السلعية ترتفع إلى نسبة 72% أيضاً مشروع سكني مشروع صندوق التنمية العقارية يودع تقريباً حول مليار 788 مليون ريال أخيراً الهلال بطلاً لأكبر قارات الدنيا وهي قارة آسيا وهذا حيكون لنا نعود إن شاء الله في نهاية الحلقة بإذن الله ما شاء الله على حزمتنا دائماً عامرة بالأفراح والسعادة وحلو بصراحة كده أن نبدأ كل أربعة بحزمة فرح الله يديمها آمين آمين